بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي وشرح الجزء الثاني من درس غاز الأكسوجي كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مكونات الغلاف الجوي وعن أهمية الغلاف الجوي وعن الأجسام العالق النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن غاز الأكسوجين باستفادة كاملة ونخلص الدرس بتاع غاز الأكسوجين أولا غاز الأكسوجين أنا عايزك تفهمه كده بالراحة حتة حتة غاز الأكسوجين هو أحد عشان أعرفه يعني أعمله تعريف بقول هو أحد مكونات الهواء الجوي تاني غاز الأكسوجين بقول هو أحد العناصر المكونة للغلاف الجوي طب حد قال أحد العناصر المكونة للغلاف الغازي برضو هنقول له صح يبقى إذن غاز الأكسوجين هو أحد العناصر المكونة للغلاف الجوي يبلغ نسبته في الهواء 21% من حجم الهواء الجوي تقريبا وكم يبلغ حجمه؟ ها حلوين؟ حجمه حجمه خمس حجم الهواء الجوي تقريبا وعملنا تجربة على كده وعملنا تجربة على كده وشفنا إن حجمه يبلغ خمس حجم الهواء الجوي تقريبا إذن غاز الأكسوجين في تعريفه هو أحد عناصر مكونات الهواء الجوي عنصر من ضمن العناصر اللي بتكون الهواء الجوي نسبته في الهواء 21% من حجم الهواء الجوي حجمه في الهواء خمس حجم الهواء الجوي تقريبا تكوينه مما يتركب ويتكون غاز الأكسوجين غاز الأكسوجين لو أنت كتبته باللغة الإنجليزية تجد أن أول حرف من حروفه هو حرف الأو فالأو بنعبر فيها عن رمز لزرة غاز الأكسوجين فإذن الزرة الوحدة في غاز الأكسوجين رمزها أو أنا بسأل عن جزء غاز الأكسوجين جزء غاز الأكسوجين يتكون من اتحاد ظرتين أيوة برافو عليك للأكسوجين يبقى اسمه أوتو إذن جزء غاز الأكسوجين نرمز له بالرمز أوتو فهمنا ليه أوتو؟ عشان الأو الوحدة دي بتاعت إيه؟ زرة واحدة والجزء في غاز الأكسوجين يتكون من زرتين لغاز من زرات غاز الأكسوجين نسبة غاز الأكسوجين في الهواء الجوي 21% طب مين بيستهلك ها؟ تستهلك في عمليتين التنفس والإحتراق تستهلك في إيه؟ في عمليتين عملية التنفس وعملية الإحتراق تعالى بص على عملية التنفس كل من هو كائن حي يتنفس الأكسوجين نبات، حيوان، ديور، أشجار كل حاجة موجودة على سطح الأرض كائن حي يتنفس غاز الأكسوجين أي عملية احتراق هتولع كبريتا مصنع، هيعمل عملية احتراق علشان يصنع شيء باخرة، مشية، أوتوبيس، مشي أي احتراق يلزمه غاز الأكسوجين هل تفتكر الواحد وعشرين في المية هيكفوك؟ لا، لا، طبعا مش هيكفوك، خلاص، فإنت حتظن أنه نسبة الواحد وعشرين في المية دي، حتنتهي، حتنتهي بمجرد ما تسحى الصباح كله يتنفس، عملية الاحتراق تتم، ينتهي غاز الأكسوجين إلا أنه رغم هذا الاستهلاك من غاز الأكسوجين إلا أن نسبته في الهواء الجوي تظل واحد وعشرين في المية كأنك ما أخدتش منها حاجة الله، إزاي يا أستاذ؟ يعني إحنا بنتنفس وعمليات الاحتراق شغالة وكل ده شغال، وكأنك ما أخدتش منه حاجة هو هو الواحد وعشرين في المية موجودين؟ آه، هم هم الواحد وعشرين في المية موجودين إزاي ده؟ لأن النبات يقوم بعملية البناء الضوئي ما النومة للنبات يا أستاذ؟ النبات يصنع غزاء بنفسه في عملية تسمى بعملية البناء الضوئي أثناء ما هو بيصنع غزاءه بينطلق غاز الأكسوجين في الهواء علشان كده تجاوب على السؤال اللي هو يقول لك علل لما يأتي بالرغم من استهلاك الأكسوجين في عمليتي التنفس والاحتراق فإن نسبته تظل سابتة في الغلاف الجوي لأن النقص في نسبة الأكسوجين يعوض باستمرار من خلال عملية البناء الضوئي ماشي حبيبة؟ لأن النقص في نسبة غاز الأكسوجين تعوض باستمرار من خلال عملية البناء الضوئي مين يقول هالي؟ ميدو الكمية التي تنقص من استهلاك غاز الأكسوجين الأكسوجين تنتج عن عملية البناء الضوئي الذي يستغرق فيها نباتة غسان أكسود الكربون وغطيه الأكسوجين طويل ينطلق غاز الأكسوجين يا أستاذ هل يمكن لنا تحضير غاز الأكسوجين في المعمل؟ أي واحد يمكن تحضير غاز الأكسوجين في المعمل؟ في تحضير غاز الأكسوجين في المعمل؟ نحضر جهازاً كما مرسوم أمامك بالشكل هذا الجهاز عبارة عن دورق من الزجاج وزدادة من الفلين ذات ثقبين وقمع زجاجي له زي صنبول كده وأنبوب التوصيل الزجاجية وحوض وعدة مخابير وماء ومحلول فوق أكسيد الهيدروجين وأهم ما في الموضوع هو أهم ما في الموضوع هو ثاني أكسيد المنجنيس أهم ما في الموضوع هو ثاني أكسيد المنجنيس ليه يا حلوين؟ لأنه عامل مساعد أو عامل حفاث إزاي؟ إحنا هنحط محلول فوق أكسيد الهيدروجين من فوق القمع الزجاجي ومن تحت في الدورق هنضع ثاني أكسيد المنجنيس من تحت في الدورق هنضع إيه؟ ثاني أكسيد المنجنيس بمجرد ما تفتح الصنبور لينزل محلول فوق أكسيد الهيدروجين على ثاني أكسيد المنجنيس ينحل محلول فوق أكسيد الهيدروجين إلى غاز أكسوجين وماء إلى غاز أكسوجين وماء يبقى محلول فوق أكسيد الهيدروجين ينحل إلى ماء وإلى أكسوجين المية حتكون ثانية حبيبة في الدورة أما غاز الأكسوجين هو اللي حيمشي في أنبيب التوصيل وتستطيع جمعه في مخبار في الجهاز قدامك حتجد أن في حوض زجاجي به ماء ومنكس مخبار فارغ والمخبار ده إحنا كنا مليينه بالمية الأول فملناه مية ونزلناه كده وإنبوبة التوصيل دي معدية من تحت نجد بمجرد ما بتشغل الجهاز وتشغل التجربة بتلاحظ فوق قاعات من الغاز تتصاعد في أعلى المخبار والمية تقل يعني كأنه بيطرد المية ويفضل مكانها لغاية ما المية دي تنتهي تعلم تماما أن يملأ هذا المخبار بغاز الأكسوجين طيب حنعمل إيه بعدين يا أستاذ حناخد المخبار ده باللي فيه ونروح نكشف عن الغاز المتصاعد يبقى أولا حنكون الجهاز اللي شفناه ثم نضع كمية من ثاني أكسيد المنجنيس في الدورة ثم نملأ القمع بكمية من محلول فوق أكسيد الهايدروجين ثم نفتح الصنبول ليسمح بنزول كمية قليلة من فوق أكسيد الهايدروجين على مين على اللي هو العامل المساعد اللي هو ثاني أكسيد المنجنيس ثم نغلق الصنبول وعند امتلاء المخبار بالغاز نغلق فوهة المخبار ونرفعه من الحوض تكفي الفوهة بتاعة المخبار وتطلعه برا الحوض عشان تعمل إيه عشان تكشف عن هذا الغاز طب يا أستاذ ثاني أكسيد المنجنيس كان فايدته إيه شوف ثاني أكسيد المنجنيس ده دخل التجربة وطلع زي ما هو لقل وزنه ولا حجمه ولا تغير في لونه ولا في شكله ولا في أي شيء ثاني أكسيد المنجنيس ظل كما هو ليه يا أستاذ لأنه عامل مساعد بيعمل إيه يزيد من سرعة التفاعل فقط يعني يخلي التفاعل يمشي أسرع بس التفاعل يقدر يمشي من غيره آه بس هو بيزود يزيد من سرعة التفاعل ولا يشترك في التفاعل ما يشتركش في التفاعل واضح؟ ده بالنسبة لمين لتحضير غاز الأكسوجين في المعمل يجيبه لي على هيئة أكل ويقول لي يتم تحضير غاز الأكسوجين عن طريق النجط عن طريق آه محلول فوق أكسيد الهايدروجين الذي ينحل إلى أكسوجين وماء يبقى محلول فوق الأكسوجين ينحل إلى أكسوجين وماء طب يقول لي سؤال تاني يعتبر غاز أو يعتبر ثاني أكسيد المنجنيز عاملا مساعدا أثناء تحضير الأكسوجين ليه؟ لشبأ لما يشرع بص لأن محلول فوق أكسيد الهايدروجين ينحل إلى ماء وإلى أكسوجين دون أن يتغير لفي خواصه أو تركيبه أو حجمه أو قتلته أو شكله أو أي شيء فإذا أعرف العامل المساعد أو العامل الحفاز على أنه إيه يا أولاد؟ على أنه مادة تضاف للتفاعل تزيد من سرعته دون أن تؤثر في النتائج بمعنى إيه؟ العامل الحفاز هو مادة حتدخلها معك في التفاعل بس مش حتؤثر على النتائج ولا يتغير خواصها أو كميتها إنما هي تزيد من سرعة التفاعل تزيد من سرعة إيه؟ التفاعل خلاص؟ وإنت شغل في التجربة حتملأ عدة مخابير حتملأ لك شوية مخابير كتير كده من غاز إيه؟ من غاز الأكسوجين منهم تستطيع الكشف عن خصائص غاز الأكسوجين واستخداماته فأول خاصية من خصائص غاز الأكسوجين أنه غاز خد بالك عديم اللون والطعم والرائح غاز الأكسوجين غاز عديم اللون والطعم والرائح ماشي؟ رقم اثنين هو قليل الزوابان في المال أو شحيح الزوابان في المال لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعل هو ما لا يشتعل غاز الأكسوجين لا يشتعل لكنه يساعد على الاشتعل أسقل من الهواء غاز الأكسوجين كسافته أكبر من كسافة الهواء ولذلك هو يحل محل الهواء هو يحل محل مين يا مروان؟ محل الهواء يتحد مع الماغنيسيوم المشتعل ويكون مادة بيضاء تسمى أكسيد الماغنيسيوم نشوفها ازاي دي يا أستاذ؟ في المعمل هنجيب شريط الماغنيسيوم وإحنا عندنا مخابير مليء كتير عملناها أثناء تحضير غاز الأكسوجين هنضع اللي هو الشريط الماغنيسيوم داخل مخبار الأكسوجين نلاحظ توهج واشتعال ثم يتخلف عنه مادة لها رماد أبيض اللي هي أكسيد الماغنيسيوم أكسيد ايه؟ مادة بيضاء اللي هي أكسيد الماغنيسيوم بمجرد ادخال شريط الماغنيسيوم مشتعلا في مخبار به أكسوجين نلاحظ زيادة في التوهج لشريط الماغنيسيوم ثم تتكون مادة بيضاء هي اسمها ايه؟ أكسيد الماغنيسيوم اسمها أكسيد ايه؟ المغنيسيوم جميل خد بالك الأكسوجين يتحد الأكسوجين اتحادا مباشرا مع معظم المواد يتحد اتحاد مباشر مع معظم المواد ويكون ايه يكون اكسيد يكون اكسيد زي ما اتحد مع المغنيسيوم كون اكسيد مغنيسيوم كون ايه اكسيد مغنيسيوم خلاص اذا كان هذا الاتحاد مباشر كان اتحادا سريعا وعلشان كده بيسمى احتراق وعلشان كده بيسمى ايه احتراق اذا الاحتراق هو اتحاد المواد مع الاكسوجين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة اتحاد الاكسوجين مع المواد بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة اسمى ده احتراق زي اتحاد الاكسوجين مع المغنيسيوم ينكون اكسيد مغنيسيوم طب لو تنح له شوية كده يعني جعده شاخر شاخرين ينفع اقول كده ان ده اتحاد سريع ومباشر ينفع اقول عليه ده احتراق لا ما اقول عليه ده ايه تاكسود 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 زي اتحاد المواد مع الاكسوجين ببطء في وجود الرطوبة او الماء اللي هو ايه انت عندك شوية حديد سيبهم جدام البيت ومطرت النطر على الحديد وانت مغطتهوش فجات المية على الحديد بعد شهر بعد عشرين يوم بعد شهر ونص بعد فترة يعني بتبص على الحديد بجيت الحديد حصل له ايه صدق تكون الطبقة من الصدق الله هنا في اللحظة دي اتحد الاكسوجين مع مادة الحديد ولكن ببطء ولذلك اسمي ايه ينفع اسمي ده احتراق لا اسمي ايه تاكسود اسمي تاكسود فبالتالي هنا في فرق بين التاكسود والاحتراق في فرق بين التاكسود وايه والاحتراق الاحتراق هو اتحاد سريع مباشر له وضوء وحرار اما التاكسود اتحاد بطيء بالاكسوجين مع المواد في وجود الرطوبة مثلا وهو تكوين الصدق مثالا عليه مرة تاني بسرعة نستنتج خصائص غاز الأكسوجين غاز الأكسوجين غاز عديم اللون والطعم والرائحة قابل قليل شحيح أو قليل الزوبان في الماء لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال أسقل من الهواء حيث أن كسافته أكبر من كسافة الهواء ولذلك يجمع غاز الأكسوجين بإزاحة الماء لأسفل وعايز دليل كمان على أنه لا يزوب في الماء أنه نطلع لك من وصل المية في المخضار شفت الفقعات الغازية بتطلع من وصل الماء إلى أعلى المخضار فده دليل على أنه قليل أو لا يزوب في الماء شحيح الزوبان في الماء وأسقل من الهواء ويجمع بإزاحة الماء لأسفل لما كانت المية في المخضار كان بينزل المية دي لتحت فإذا هو يجمع بإزاحة الماء لأسفل يجمع بإزاحة الماء لمين؟ لأسفل ماشي؟ طيب وفهمنا الفرق بين عمليتي التأكسد والإحتراق دي كانت خصائص غاز الأكسوجين والفرق بين عمليتي التأكسد والإحتراق يبقى في غاز الأكسوجين نجاوب على الأسئلة وأهم أسئلة علل اللي موجودة في غاز الأكسوجين عشان نفهمها قبل ما نحفظها يا ولاد العلوم فهم مش حفظ افهم علوم ما تحفظش علوم